الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس اتكلم خلال المؤتمر الصحفي اللي عقدوا بعد اجتماع الحكومة في العالمين الجديدة عن الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تفعيل مشروع الضبعة المشروع العملاق وقال كلنا واحنا صغيرين كنا بندرس ان في حلم مصري بالدخول في الدول النووية القرار اللي تم اتخاذه بيثبت الرؤية السديدة للإسراع بإدخال هذا المشروع للدولة المصرية كمان رئيس الوزراء بارح قال اننا عارفين التحديات الحالية اللي بتخص الجانب الروسي تحديدا الشريك الرئيسي طبعا في محطة الضبعة وفي ظل الظروف العالمية الموجودة والعقوبات المفروضة على الجانب الروسي ورغم كل ده المشروع ماشي بوتيرة زمنية وإطار زمني محدد من غير تأخير ولكن حتى لو بنسبة بسيطة جدا لكن التأخير لا يؤثر على هذا المشروع القومي الكبير الرؤية الثاقيبة للقيادة السياسية في ان احنا نفعل هذا المشروع العملاق حضراتكم وحنا وكلنا من وحنا صغيرين كنا بنقعد ندرس في المدارس ان هناك حلم مصر للدخول في الدول النووية من خلال مشروع الضبعة ونقعد نقرأ بقالنا سنين وسنين القرار اللي اتاخد منذ بضع سنوات لبدء هذا المشروع العملاق كل يوم بيثبت يعني مدى يعني الرؤية السديدة للاسراع بادخال هذا المشروع لمصر وطبعا حضراتكم عارفين التحديات اللي موجودة حاليا تخص الجانب الروسي اللي هو شاركنا في اطار الظروف العالمية اللي موجودة والعقوبات اللي مفروضة على الشركات الروسية ولكن اللي انا يعني حابب ان انا اطمن حضراتكم فيه ان الحمد لله مع كل ده المشروع ماشي تبقى لبرنامج زمني بتاعه مفيش تأخير نسبة التأخير حاجة بسيطة جدا 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 وحتدم تجوزها في خلال بضعة اشهر وبالتالي تبقى للمخطط بتاع هذا المشروع ان شاء الله المرحلة الاولى منه تدخل الخدمة في خلال سنة الثمانية وعشرين زي ما اتقال وده مش هيحصل فيه تأخير الاهم احنا بنتكلم على اكتر او في حدود اكتر من اربعة جيجة او اربعة وشوية جيجة اربعة ونص جيجة تقريبا من الطاقة النظيفة وهنا الطاقة النووية هي طاقة نظيفة تماما وبالتالي في اطار رؤية مصر واستراتيجية الطاقة لعشرين تلاتين وان احنا يبقى نسبة مساهمة الطاقة الخضراء والطاقة النظيفة تصل الى اتنين واربعين في المية دا بيتماشى مع هذه الرؤية